السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز في الجزء رقم 15 من الفصل الرابع سنتناول عملية السنترينج فما هي عملية السنترينج؟ Heats the powder below the melting point to allow solid state diffusion and bond the particles to gather يعني هي عملية تسخين لمسحوق المواد أقل من درجة انصار هذه المواد لأن أنا مش عاوز أعمل سهر لو عاوز أعمل سهر كنت عمل تكاستنج تمام؟ طيب ليه below the melting point to allow solid state diffusion لكتتم عملية diffusion كما سنراها أو كما سنحلل وبالتالي تعمل عملية ربط بين الحبيبات المادة مع بعضها من أجل أن تتماسك المادة مع بعضها الرسمة اللي قدامنا في الحقيقة بتوضح العملية دي إزاي؟ أدي عندي particles من المادة أثناء عملية السنترينج اللي بيحصل بيتم surface diffusion تمام؟ بيبدأ يحصل انتشار من السطح تمام؟ ويحصل عملية evaporation وcondensation من المادة وبالتالي تبدأ المادة تتماسك مع بعضها البعض عند السطح دون أن تنصحر كما نرى تمام؟ وبالتالي نحصل على لإيه؟ على المادة الخاصة بنا وهي متماسكة في السطح طيب أما الجزء الداخل ده هو ما يعطينا البروزيتي ده يسمى البروزيتي وده اللي بيدينا البروزيتي تمام؟ ترجمة نانسي قنقر